اشتركوا في القناة حرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزة لسعود ملك المملكة العربية السعودية حفظهم الله ونوها معاليه بما يجمع البلدين من تعاون وتنسيق في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية منها بهدف موصلة تعزيز مسارات العمل الثنائي والدفع بها لتحقيق الأهداف المشهودة والرؤى المشتركة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية حفظهم الله وذلك بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهم الشقيقين جاء ذلك لدى استقبال معالي صباح اليوم في مكتبه بقصر الإقضابية بحضور سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة وسعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال سعادة السيد سلطان بن عبد الرحمن المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية والوفد المرافق وخلال اللقاء أشاد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بالدور البارز الذي يطلع به الصندوق السعودي للتنمية في تقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة ومتابعة تنفيذ المشاريع الحيوية في قطاع البنية التحتية التي يمولها ضمن برنامج التنمية الخليجي وذلك على نحو يعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين ويسهم بشكل مباشر في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية نحو أفاق أرحب ذات أثار إيجابية على مجمل العملية التنموية في مملكة البحرين من جانبه أعرب سعادة السيد سلطان بن عبد الرحمن المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية عن شكره وتقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من حرص واهتمام بالتعاون الإنمائي بين البلدين الشقيقين وعلى ما يلقاه الصندوق من تعاون من كافة الوزرات والهيئات الحكومية ذات العلاقة والذي يسهم على الدوام في تنفيذ مشاريع نوعية ذات كفاءة وجودة عالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر